حقيقة بالنسبة لي الحديث عن العلاقات الإيرانية الأمريكية خلال ستة عقود هو تحدي كبير يعني خلال 15 دقيقة واستشراف أيضا مستقبل هذه العلاقات لذلك سأحاول وبسرعة أن أمر على محطات رئيسية فيها وصولا إلى الفترة الراهنة حتى نستشرف إمكانية حصول تقارب بين البلدين أنا أعتقد أن تاريخ إيران الحديث بدون تبسيط وبدون مبالغة هو تاريخ العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل خلال العقود الستة الماضية منذ عام 1953 الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1979 وهو تاريخ الانتصار الثورة الإسلامية في إيران حولت إيران إلى client state بكل معنى الكلمة وهذا تعبير مأخوذ عن مارك غازرويسكي صاحب كتاب يحمل هذا العنوان U.S. foreign policy and the Shah Building a client state in إيران يذكر في كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت خلال هذه الخمسة وعشرين سنة الفاصلة بين عام 1953 و 1978 كيف تمكنت من أن تؤثر على كل نواحي الحياة في إيران من مجتمع وسياسة واقتصاد وحتى فكر وثقافة ربما غني عن القول أن ألفت الانتباه إلى أن الأمريكيين كانوا مدركين لأهمية إيران من الناحية جيو بوليتيكية منذ مطلع القرن العشرين عندما تحدث عدد من أهم المنظرين في جيو بوليتيكس بالولايات المتحدة وفي عموم الغرب عن أهمية أوراسيا وقالوا بأن من يسيطر على أوراسيا أوراسيا هي قلب العالم من يسيطر على قلب العالم يسيطر على العالم وإيران هي جزء أساسي من قلب العالم لذلك الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية كانت مدركة لأهمية هذا البلد فدفعت بالطرفين البريطاني والسوفيتي الذين قاموا بغزو إيران في عام 1941 وذلك للإطاحة بحكم الشاه رضا بهلوي والد آخر شاه لإيران وذلك بسبب تقاربه الشديد مع ألمانيا قامت بتسهيل حصول اتفاقية بين البلدين أدت في نهاية المطاف إلى أن ينسحب الطرفين من هذا البلد عندما وصل مصدق إلى السلطة عمليا الولايات المتحدة الأمريكية وحسب كل الوثائق التاريخية شجعت مصدق كثيرا في البداية على أمل أن يؤدي وصوله عمليا وخاصة بعد أن قام بتأميم صناعة النفط الإيرانية التي كانت تسيطر عليها بريطانيا تحديدا أن يؤدي ذلك إلى إخراج بريطانيا من إيران والحلول محلها وهذا ما حصل عمليا لكن بطريقة مختلفة عندما جاءت إدارة أيزنهاور التي كانت مجغولة جدا بموضوع مواجهة الاختراق الشيوعي للمنطقة وظهور مؤشرات على وجود علاقة وثيقة بين مصدق باعتباره زعيما أقرب إلى اليسار في إيران وعناصر من حزب تودا الشيوعي أو هكذا كانت الصورة فتدخلت بالولايات المتحدة الأمريكية وأطاحت بحكم مصدق بعملية أجاكس الشهيرة التي مر قبل شهرين الذكرى الستين على حصولها في آب عام 1953 منذ عام 1953 باعتقادي وحتى عام 1969 عندما جاءت إدارة نيكسون إلى السلطة كانت العلاقات الإيرانية الأمريكية مبنية على أساس أن إيران دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط لكن في هذه الفترة تحديدا في عام 1969 ازدادت أهمية إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب أساسي وهو أن هنريكي سنجر عندما جاء وأصبح مستشارا للأمن القانون وأعتقد أن هذا الرجل اللعب دورا جوهريا ومحوريا في العلاقة في تأسيس العلاقة الإيرانية الأمريكية بالشكل الذي استمرت عليه لنحو عقد من الزمن أي من عام 1969 وحتى عام 1979 هذا الرجل قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما عاد باستطاعتها بسبب الاستنزاف قواتها في فيتنام والمعارضة الداخلية الشديدة للتدخل العسكري الأمريكي المباشر حول العالم ما عاد باستطاعتها أن تهدخل هي مباشرة لذلك لا بد من التحول إلى بناء قوة إقليمية في مناطق مختلفة حول العالم في منطقة الخليج طبعا قال بأن إيران هي دولة قوية يمكن أن تبنى كشرطي للمنطقة لتخدم المصالح الأمريكية وهكذا كان بطبيعة الحال كيسينجر في ذلك الوقت كان ينظر لما أصبح يعرف لاحقا بعقيدة نيكسون التي انطلقت إلى بناء ما يسمى between pillars في استراتيجي الأمريكي في منطقة الخليج والشرق الأوسط أي أن تكون إيران هي شرط المنطقة في منطقة الخليج وأن تكون إسرائيل هي شرط المنطقة في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد أن تبين أهمية دور هذين دولتين في كل المنطقتين وخاصة بعد أن بدأت بريطانيا تحضر لانسحابها وتنسح في عام 1971 لذلك كان لا بد من تعويم الدور الإيراني لمواجهة أي محاولة سوفيتية لاختراق المنطقة في مقابل تعويم الدور الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد أن تبين أهمية الدور الذي قامت أو لعبته إسرائيل في دعم الملك حسين أثناء المواجهات الشهيرة في عام 1970 لمدة عشر سنوات تقريبا بنت الوليات المتحدة إيران من عام 1969 حتى عام 1979 كقوة عسكرية أساسية في منطقة الخليج لتقوم بحماية مصالحها كما ذكرت لتعذر التدخل المباشر الأمريكي بسبب كما أسلفنا موضوع بيتنا في عام 1979 حصل ما التورى الإسلامية أسقط الشاه كيسينجر قال في ذلك الوقت ربما كان سقوط الشاه أو خسارة إيران هي أكبر ستباك للوليات المتحدة خلال كل فترة الحرب الباردة التي امتدت من عام 1946 وحتى عام 1989 سقوط جدار برلين مع ذلك باعتقادي العلاقة الأمريكية الإيرانية ضلت علاقة يعني إعجاب متبادل بمعنى أن الوليات المتحدة الأمريكية وكأيضا قول شهير لكيسينجر في ذلك الوقت إذا خسرنا إيران فلن نسمح لأحد آخر أن يربحها لذلك ظلت الوليات المتحدة الأمريكية تحاول في الفترة اللاحقة أن فعلا تستمر في بناء الجسور إذا أمكن مع النظام الإيراني وخلاف كثير من التصور السائد عن العلاقات الإيرانية الأمريكية أنا أعتقد بأنه كان دائما تيارين رئيسيين في إدارات متعاقبة في إدارة كارتر وريغين فيما تعلق برؤية العلاقات مع إيران في إدارة كارتر على سبيل المثال كان هناك جناحين واحد رأسه بريجينسكي مستشار الأمن القومي والآخر رأسه سيرس فانس وكان وزيرا للخارجية بريجينسكي كان متشددا لصالح أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تدافع عن الشاه حتى آخر قطر الدم الإيرانية في وزارة الخارجية كان هناك توجه آخر يقول لا إيران أهم من الشاه فلندفع الشاه إلى الخروج ونحتفظ بإيران حتى أن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية رفعوا تقريرا شبهوا فيه الخميني بنهره وقالوا بأن الرجل يدعو إلى عدم العنف ويجدر بالولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم وبناء على ذلك حصلت في قنوات اتصال خلفية بين الأمريكيين وبين الخميني عندما كان ما زال في باريس عندما أصل له الرئيس كارتر رامزي كلارك ليحاول أن يفتح نوع من القنوات معه وعد باستمرار توريد الأسلحة إلى إيران أي أن الولايات المتحدة سوف تحترم كل العقود التسليح التي تم توقعها في عهد الشاه أيضا حصل اجتماع شهير بين بريجنسكي وعلي بازرقان الذي أصبح أول رئيس وزراء الإيران في فترة ما بعد الثورة في الجزاء طبعا حصلت أزمة الرهائن كل ذلك كلها محاولات التقارب فشلت لكن ظلت الخلوط مفتوحة باعتقادي بدليل أن هناك صفقة يعني كلنا بجوز يعرف بها عندما اتفقت حكومة الثورة مع الجمهوريين على أبواب الانتخابات التي حصلت في عام 1980 بتأخير إطلاق صراح الرهائن الأمريكيين في السفارة حتى حصول الانتخابات وحصلت الانتخاب بالتأكيد وخسر كارتر وجاء ريجن إلى السلطة خلال فترة الأشهر الأولى من إدارة ريجن حقيقة الأمريكيين ظلوا محتارين هل يدعمون أنتي سوفيت إيران يعني الثورة الإسلامية التي وقفت ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان أم يدعمون السكيلر البرو سوفيت إراك خلال الحرب العراقي الإيراني فعلا كان جدل كبير داخل إدارة ريجن في ذلك الوقت ولم يحسم هذا الجدل برأيي إلا بعد سنوات وخاصة عندما فضحت قصة إيران كونترا عملية توريد الأسلحة الأمريكية إلى إيران مقابل أموال دفعتها إيران للكونترا لتمويل حركة المعارضة لحكومة الساندينيستا في نيكاراغوا تهاية الحرب الباردة أنا أعتقد كانت المحطة الأخرى الأساسية في العلاقات الأمريكية الإيرانية أنا أعتقد أن الرجل الآخر الذي أثر في هذه العلاقات بعد هنري كيسينجر هو مارتن إندك مارتن إندك حقا أصبح مساعدا لوزير خارجية الولايات المتحدة بعد عام 1992 هو شغل منصب سفير لأمريكا أيضا في إسرائيل لمرتين خلال فترة التسعينات هو يهودي وأسترالي حصل على الجنسية الأمريكية خلال ستة أشهر من وصوله إلى الولايات المتحدة ثم معين سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل بعد ذلك أصبح مساعدا لوزير خارجي لشؤون الشراء أوسط الرجل قال بأنه بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج العراق من الكويت واحتواء العراق يمكن احتواء الطرفين من خلال ما سماهو أي استراتيجية الاحتواء المزدوج ابقى كل من إيران والعراق طرفين ضعيفين في منطقة الخليج كل منهما موجود يحتوي الآخر والولايات المتحدة الأمريكية تشرف على عملية الاحتواء بين هذين الطرفين الأقليميين الضعيفين حقا استمرت هذه السياسة وأنا أعتقد بأنها كانت أنجع سياسة واجهت بها الولايات المتحدة النفوذ الإيراني درجة أن أمريكا تمكنت فعلا من أن تدفع الإيرانيين من خلال هذه السياسة إلى أن يتخلوا عن شعار تصدير الثورة الذي كان مرفوعا خلال السنوات الأولى من هذه الثورة لكن ما حصل طبعا أنه حصلت أحداث سبتمبر 2001 كلنا يعرف أن الولايات المتحدة انطلقت بعدها جمهوريون انطلقوا بعدها نحو تدخل عسكري مباشر في أكثر من مكان في العالم الإسلامي أفغانستان العراق الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه التدخلات أنه برأيي أزدت خدمات كبرى للإيرانيين أطاحت بنظام كان يشكل بنسبة الإيرانيين تحديا كبيرا من جهة أفغانستان عندما أطاحوا بحكم طالبان أيضا من جهة العراق عندما أطاحوا بنظام صدام حسين أنا أعتقد هنا استعادا المشروع الإيراني زخم بمعنى السنوات التي تم في تحجيم واحتواء إيران من خلال الإطاحة بهذه الخصمين على حدود إيران الشرقية والغربية استعاد المشروع الإيراني زخم وتصادف ذلك مع مجيء نخبئ إلى الحكم في إيران أحمد نجاد لديها تطلعات كبيرة باتجاه بناء مشروع إيراني في المنطقة استفادت إيران كثيرا من الأخطاء الأمريكية خاصة في العراق تمكنوا من إنصى الحلفاء لهم إلى السلطة في بغدار وتحول العراق الذي كان خصما أساسيا لإيران لعقود طويلة إلى تابع تابع بكل معنى الكلمة لإيران وبدأ التحذيرات تنطلق من أكثر من مكان في المنطقة حول امتداد قوس نفوذ شيعي أو إيراني يمتد من أفغانستان شرقا وحتى البحر المتوسط غربا التحدي الأساسي أنا بأعتقد العقبة الأساسية كانت تقف في وجه هذا التواصل الجغرافي الذي يمكن أن يصل بين الحلقات الأساسية لهذا المشروع الإيراني كان الوجود العسكري الأمريكي في العراق خروج الأمريكي من العراق بعد مجيء أوباما وعده بإخراج القوات الأمريكية من العراق أنا برأيي فتحت المجال واسعا أمام التواصل هذا القوس لكن ما حصل في سوريا برأيي أدى إلى إفساد هذا المشروع على الإيرانيين الآن يعني بعجالة سريعة بدأت إيران ومنذ فوز روحاني إلى انتخابات الرئاسة أو منذ وصوله إلى السلطة يتحدث عن موضوع التقارب مع الولايات المتحدة أنا أعتقد أن التقارب حصل بتأثير عوامل أساسية أهمها العامل لاقتصادي يعني أوباما من وجهة نظري كان أقصى رئيس فيما يتعلق بالعقوبات مع إيران أقصى رئيس على الإطلاق يعني حتى جورج بوش الذي كان يوصف سابقا بأنه من سقور الجمهوريين وتبنى سياسة خارجية جدا عدوانية تجاه إيران أنا لا أعتقد أن هذا صحيح على الإطلاق على العكس تماما برأيي سياسات جورج بوش خدمت إيران كثيرا سياسات أوباما هي التي أدت بإيران إلى أن تذهب باتجاه أن تطلب هذا النوع من التقارب إذن العقوبات الاقتصادية كانت جدا قاسية على الاقتصاد الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية تمكنت فعلا من أن تفرض حضر على النفط الإيراني وأن تدفع باتجاه تعويضه في الأسواق العالمية وهذا ما حصل لم تحدث أي هزة حقية من وراء الحضر الذي فرضته العالم المتحدة على استيراد النفط هذا من جهة ما حصل أيضا في سوريا كان عامل آخر دفع الإيرانيين إلى أن يذهبوا باتجاه موضوع التقارب لا أنا أعتقد إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع التقارب لا نريد أن نذهب بعيدا في ما يكتبه الإعلام عن هذا الموضوع لا نريد أن نجاري الإعلام في ما يكتبه الموضوع أصعب بكثير مما يحكى في وسائل الإعلام هناك صعوبات وعقبات عديدة تحول دون نجاح هذا التقارب ضمن الفترة القياسية التي يتوقعها البعض أنا أعتقد أن هناك مشكلة أساسية هناك مشروع إيراني متعارض تماما مع المشروع الأمريكي رؤية إيرانية مختلفة تماما عن الرؤية الأمريكية مصالح إيرانية مختلفة تماما عن المصالح الأمريكية مساعي إيرانية لتحقيق أهداف أنا أعتقد الأمريكيون لا يستطيعون القبول بها سواء فيما يتعلق موضوع الملف النووي أو موضوع النفوذ الإيراني الإقليمي فيما يتعلق موضوع الملف النووي الإيراني أنا مجهة نظري وقد أكون يعني يعني البعض قد يعني يختلف معي السلاح النووي بالنسبة لإيران هو أداة وليس غاية أو هدف السلاح النووي يعني أي دولة تمتلك سلاح السلاح تحاول من خلاله أن تحقق غاية معينة الغاية هو النفوذ والنفوذ الإقليمي وتعتقد إيران أنها إذا انتلكت السلاح النووي سوف يسهل عليها أن تصبح قوة مهيمنة قوة مسيطرة في المنطقة العقيدة الأمنية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لا تسمح لأي قوة لا إقليمية ولا دولية أن تصبح قوة مهيمنة في منطقة بهذه الأهمية هذا ممنوع يعني حاول الاتحاد السوفيتي وفشل وانهار الاتحاد السوفيتي حاول العراق والولايات المتحدة الأمريكية وقفت في وجه العراق وأي طرف آخر موجد نظري وحاول سوف تقف الولايات المتحدة الأمريكية في وجهه سوف تمنعه يمكن أن تذهب الإيران باتجاه بمعنى أن يمكن أن يذهبوا باتجاه تقديم تنازلات في الملف النووي في مقابل أن يذهب الأمريكيون أو يوافق الأمريكيون على تقديم تنازلات فيما يتعلق من نفوذ إيران الإقليمي اعتبار ان الادا تحولت بالنسبة الى الايرانيين الى شيء مكلف جدا بسبب العقوبات التي فرضت عليهم خلال السنوات الماضية يعني النووي لم يعد مجديا نتيجة تحوله من حافز باتجاه القوة الى قيد يمنع الانطلاق لانه اضعف ايران كثيرا بسبب العقوبات وبسبب عمليا الحصار الذي فرض عليها خلال السنوات الماضية يعني اختم بالقول اعتقد ان يتجاوز حتى الوقت بالتأكيد سوف نرى مفاوضات امريكي ايراني خلال الفترة المقبلة اوباما يفضل حل سلمي لهذه الازمة لكن انا اعتقد بان كل ذلك سوف يتوقف على حجم توقعات الامريكيين للتنازلات التي سوف يكون الايرانيون مستعدون لتقديمها وشكرا شكرا شكرا دكتور مروان سنسمع منك اكثر في عندنا نفتح باب الاسلة دكتور مروان رسمنا لمحة تاريخية عن العلاقة الامريكية الايرانية والتي لا زال تتراوح ما بين الحمائم والصقور بالبيت الابيض والكونغرس محدثنا الاخير وليس الاخر دكتور رشيد ياللوح والدكتور رشيد هو باحث المركز العربي الابحاث ايضا ويهتم في ابحاثه بالعلاقة العربية الايرانية والسياسة الداخلية الايرانية بالتحديد عمل دكتور رشيد قبل انضمامه الى المركز صحفيا متخصصا في الشؤون الايرانية وله عدة بحوث وترجمات بين اللغتين الفارسية والعربية وكذلك دراسات في الثقافة والاعلام والدراسات الايرانية وهو حاصل على شهاد الدكتور رشيد في موضوع التدخل الثقافي العربي التداخل الثقافي العربي الفارسي من جامعة محمد الخامس في الرباط وعلى درجة المستير في اللغة والادب الفارسيين من طهران ولانا شهادة البكالريوز في الادب العربي من جامعة ابن زهر في اغادير المغرب وهو عضو بالجمعية المغربية للدراسات الشرقية دكتور دعنا نسمع منك تفضل شكرا سيد رئيس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استسمحكم في قراءة الورقة وذلك حرصا على الاحترام وقت المخصص وايضا التزاما بالمضامين حتى لا اضيع في التفاصيل تأتي هذه الورقة في اطار رؤية مغايرة لما هو رائج اعلاميا عن العلاقة بين ايران والولايات المتحدة الامريكية والورقة ولهذا هذا مجرد عرض مختصر ومركز سيمفترض ان يتم تطويره في شكل ورقة بحثية تعتمد او تستفيد من منهج دراسات الثقافية وصف معظم المحللون ما حدث بين ايران والولايات المتحدة الامريكية مؤخرا من التقارب بالغزل السياسي واعتبره اخرون استعراضا ديبلوماسيا ايرانيا لمهارات عالية في المراوغة والانتفاف او نهجا واقعيا يهدف الى اخراج ايران من عزلتها الاقتصادي والسياسية قد تكون هذه التشخيصات كلها او بعضها صحيحة لكنها باعتقاد غير كافية في غياب الحديث عن العامل الثقافي والحضاري فيما جرى ويجري بين هذين البلدين ذلك ان الحدث التقارب الذي تشهده اليوم لا يمكن ارجاع سببه الى ما ذكر سابقا من عوامل اقتصادية وجيوستراتيجية ايانية بل تمتد جذوره الى اكثر من قرنين من الزمن عرف فيها البلدان علاقات ثقافية وعلمية كان لها بالغ الاثر على تصوراتهما لبعضهما البعض وعلى مجتمعاتهما خاصة بخاصة المجتمع الايراني والذي يستعيد شريط النشاط الديبلوماسي المكثف الذي قام به الرئيس الايراني حسن روحاني وفارقه في الولايات المتحدة الامريكية في نيويورك وما اثاره من ردود الافعال بعد ذلك سيلاحظ وجود هذا العامل اي العامل الثقافي ويلمس تأثيره في مجرى الاحداث وتفاصيلها الورقة عندي اربع محاور في الورقة ربما قد لا استطيع ان اغطي جميع تفاصيلها ولكن اولا عندي نظرة تاريخية عن العلاقات العلاقات الثقافية بين ايران وولايات المتحدة الامريكية قبل الثورة قبل الثورة الاسلامية 1979 عندي نظرة تاريخية اخرى عن هذه العلاقة بعد الثورة ثم المحور الثالث يتعلق بتوجه روحاني او تصوره لهذه العلاقة المحور الرابع يستعرض الامكانات المتوفرة لهذه العلاقة بناء او انطلاقا من خمس مؤشرات سميتها بال الدبلوماسية الشعبية ودبلوماسية العلوم ودبلوماسية اللغة والشعر ودبلوماسية التقاليد والاعياد ودبلوماسية الاثار حتى تلقى الايران الامريكي بعد مرور ثلاثة قرون من اكتشاف الامريكا اي في عهد القاجار الذين حكموا ايران بين 1795 و 1925 في هذه المرحلة سافر مرزى محمد علي محلاتي الى امريكا سنة 1875 وكان اول ايراني يحصل هناك على الجنسية الامريكية كما استطاع الحصول على مقابلة مع الرئيس الامريكي الثامن عشر يرسي سيمونت جراند وكان كما يسمونه الحاج السياح صديقا لجمال الدين الافغاني وكان من بين المشاركين في الثورة الدستورية المشروطة سنة 1906 وفي اطار تنافس الاستعمار الروسي والبريطاني على ايران حاولت امريكا ان تبرز دورا حياديا في علاقتها مع ايران فاختارت الانشطة والاعمال الثقافية والتعليمية والانسانية كوسيلة للنفوذ الى المجال الايراني وقد كان لهذه الانشطة نتائج ايجابية جدا بالنسبة للايرانيين الذين استفادوا من تلك الخدمات بشكل مباشر وايضا بالنسبة للمصالح الامريكية في ايران لاحقا بخاصة في العهد البهلوي ما بين 1925 و1979 مع بداية الحرب العالمية الثانية والصعود الولايات المتحدة وبتدريج بدأت السياسة الثقافية الامريكية تجاه ايران تتأسس وتأخذ مكانها في برامج الرؤساء الامريكيين المتعاقبين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبعد الحرب العالمية الثانية وخروج روسيا من شمال ايران بدأ النفوذ الثقافي الامريكي يتقوى ويأخذ ابعادا سياسية في ايران في هذه الفترة تأسست مجموعة من المؤسسات والانشطة منها مثلا راديو صوت امريكا الذي استيسى سنة 1949 وفي هذه السنة أي نفس السنة 1949 وقع الايرانيون والامريكيون اتفاقيتين في المجال الثقافي وفي عهد رئاسة وفي عهد رئاسة رئيس الوزراء محمد مصدق ما بين 1951 و 1953 حاولت امريكا الاستفادة من نتائج جهودها الثقافية والعلمية مع ايران للحصول على مزيد من الانتيازات السياسية والاقتصادية وذلك في ظل انحصار نفوذ البريطاني والسوفيتي بعد تأميم النفط الايراني ورغبت ايضا مصدق في بناء علاقات دناء واجابية مع الامريكيين لكن انقلاب 1953 الذي قادته الولايات المتحدة الامريكية بتعاون مع المخابرات البريطانية تحت مسمى عملية اجاكس وضعت حدا لذلك الطموح الاستقلالي عند مصدق كما انها الحقت ضررا كبيرا بالمصالح الثقافية الامريكية في ايران وخلقت ردد فعل شعبية ايرانية سلبية تجاه الامريكيين بعد الثورة الاسلامية سنة 1979 تراجعت العلاقات الثقافية الامريكية الى ادنى مستوياتها وقد عمقت مجموعة من الاحداث والصدمات العنيفة من هذا الشرخ وطيلة 34 سنة الماضية كان شعار الموت لامريكا وشعار الشيطان الاكبر يلخصان بتركيز شديد النظر الايديولوجيا الايراني للطرف الامريكي كما ان هذا الاخير يروج بدوره لصورة نمطية لايران الدولة بقوله اي بحسب الرؤية الامريكية الدولة الراعية للارهاب الدولي والتي يحكمها رجال دين متشددون وكذلك محور الشر وفي هذا السياق تم انتاج مجموعة من الاعمال الثقافية والفنية الامريكية لتسويق هذه الصورة لكن العجيب في الامر ان هذا الشرخ وهذه العلاقة هذه الامور هذه لم تؤثر على الامكانات التقاربية عند الطرفين الامكانات الثقافية التقاربية عند الطرفين ففي رئاسة هاشم رفصنجاني وفي ظل سياساته الواقعية حاول اعادة العلاقات بين الطرفين الى مجراها الا ان مجموعة من الاحداث خاصة الاغتيالات ميكونوس في المانيا سنة 1992 اعادت هذه العلاقة بين الطرفين والغرب عموما الى المربع الاول وفي المقابل فتحت رئاسة محمد خاتمي عهدا جديدا في العلاقات الثقافية الايرانية الامريكية اذ اعاد خاتم التعامل مع المؤسسات الثقافية والعلمية الايرانية الامريكية مثل مؤسسة الدراسات الايرانية والمجمع الدولي للدراسات الايرانية ومؤسسة ايران ومراكز البحث الامريكي في المجالات المشتركة بين ايران وامريكا وقد كانت دعوة الرئيس محمد خاتمي معروفة بحوار الحضارات كان لها اثر مهم على هذا التقارب بين سنوات 1998 و2004 تم تسجيل مجموعة من اللقاءات العلمية والاجتماعية والرياضية والفينية بين ايران وامريكا الا ان احداث احداث سبتمبر في الولايات المتحدة الامريكية اثرت بشرك سلبي على هذا المصار بخاصة بعدما وضع الرئيس جورج بوش ايران ضمن محور الشر الى جانب العراق وكوريا الشمالية ومع وصول احمد نجاد الى الرئاسة تعرض المصار التقارب الامريكي الايراني الى المزيد من الانتكاسة وفي هذا الاطار يعني رغم الانتكاسة هذه في هذا الاطار وفي اطار السياسات الامريكية الثقافية تجاه ايران تم تأسيس ماركز اير او بي او في سنة 2006 في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بهدف تنسيق البرامج الثقافية الامريكية الموجهة نحو النخبة والمجتمع الايراني واعتقد الامريكيون ان فوز المعتدل حسن الروحاني سيعطي فرصة جديدة للعلاقات الثقافية الامريكية والتي يعتبرونها هذه النظرة الاستراتيجية في هذا المجد نسبة الامريكيين يعتبرون العلاقات الثقافية الضامن الاساس للمصالح الامريكية مع ايران والذي سيؤدي دور الموجه لأي تقارب سياسي محتمل واعتقد الروحاني بان اعادة ايران الى السحة الدولية واخراجها من عزلتها وازماتها الاقتصادية لن يكون الا بالتفاهم مع امريكا التي وصفها بمختار العالم بين قوسين زعيم العالم وفي هذا السياق يمكن ان نفهم اي عودة او تمكين للعلاقات الثقافية الايرانية الامريكية في عهد حسن الروحاني لا يرى حسن الروحاني نفسه اصلاحيا ولا اصوليا بل يصف منهجه بالمعتدل الذي يتحرك في المنطقة الوسطى بين المتطرفين في كلا من الاصلاحيين والاصوليين واذا عدنا الى تاريخ الرجل ومواقفه وما نشره نستطيع ان نلمس هذا التوجه تجد دائما مسجن بين الرؤى الاصولية والاصلاحية فهو مثلا لا يستخدم المصطلحات والمفاهيم السياسية والفكري الغربية مثل الديمقراطية والاصلاح الديني والحداثة لكنك تجد خطابه مليئا بمضامنها ومعانيها لذلك فاروحاني عبر عن دعمه الكثير من السياسات والتوجهات الاصلاحية التي كانت عند خاتمه على المستوى الثقافي والاجتماعي مثل حرية لباس النساء والانت وحرية الانترنت وحرية الشباب والنشر والكتاب لكن زاوية معالجته واللغة التي يعبر بها روحاني عن هذه الامور تختلف الى حد كبير عن لغة الرئيس حسن الاسبق محمد خاتمي كما تختلف طبعا عن سابقه احمد نجاد وعلى خلاف نجاد الذي اعتمد على التبشير بالمهدوية كوسيلة لتوسويق ايران خارجيا يرى الروحاني ان الفن هو افضل سفير لايران بينما يعتقد مستشار روحاني ورئيس مؤسسة المراث الثقافي السيد محمد علي نجفي ان الدبلوماسية الثقافية كفيلة بمعالجة عقود من التظهور في العلاقات الايرانية الامريكية هذا الموقف ايضا موجود على مستوى المراكز الامريكية والمواقع المهتمة بالعلاقات الايرانية هناك اعتقاد راسخ بان الوسيلة الاهم والوحيدة لفتح او تمهيد طريق العلاقات السياسية هو العلاقات الثقافية هناك خمسة انواع عددت خمسة انواع من الوسائل التي تم اعتمادها في هذا المصار لكن الوقت حقيقة لا يكفي مثلا هناك دبلوماسية العلوم فهذه اعتبرها امكانات موجودة بين ايران وامريكا امكانات ثقافية تم تأسيسها منذ اكثر من قرن الزمان موجودة وخصوصا في العهد البهلوي الى الان هي مؤسسات ومركز دراسات ومركز ابحاث وسائل اعلام ومجموعة من المجالات التي تؤسس والتي اعتقد انها ستكون فاتحة والتي اعتقد انها تشكل ارضية لأي مناسبة جدا لأي تقارب ايراني امريكي ويمكن وبامكانها ايضا ان تسهل هذا التقارب فبحسب الاحصاءات الرسمية الامريكية لسنة 2000 تبلغ نسبة الايراني المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية والحاصلين على درجة المصر والدكتورا حوالي 27% من هؤلاء مما اهلهم لاحتلال الرطبة الاولى في وسط باقي المجموعات المهاجرة وهناك ما يناهز حوالي 8000 طبيب ايراني في الولايات المتحدة الامريكية واربعة الاف استاذ جامعي بينما يشكل الايرانيون نسبة مهمة من علماء وكالة ابحث العلوم فضاء الناسا ويشارك العديد من العلماء الايرانيين في الجامعات ومراكز الابحاث الامريكية وحقق بعضهم انجازات علمية متميزة وفي سنة 2011 كان هناك ثلاث علماء ايرانيين من بين 94 عالما خصص لهم الرئيس باراك اوباما جائزته السنوي للعلوم في الولايات المتحدة هناك تقريبا لارقام تقول بان هناك بين بعض احصاءات ليست هناك احصاءات رسمية دقيقة لكن بعض احصاءات تتحدد عن وجود تقريبا اقل من مليون ايراني مقيم في الولايات المتحدة الامريكية احصاءات اخرى تتحدد عن وجود تقريبا مليون ونصف مليون ايراني في الولايات المتحدة الامريكية وهذه اكبر جالية ايرانية خارج ايران بالنسبة هناك أيضا ديبلوماسية أثر والرموز والتي يتم تفعيلها دائما هناك حوالي 30 ألف قطعة من الآثار الإيرانية التي تعود إلى العهد الأخميني يعني القرن السادس قبل الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية وقد لاحظنا في الزيارة الأخيرة لروحاني وفريقه إلى نيورد أن الأمريكيين أهدوا إلى الإيرانيين أرجعوا لهم قدحا أسطوريا يقدر عمره ب2700 سنة والذي كان موضع مطالبة إيرانية منذ عشر سنوات ديبلوماسية الشعر واللغة هي موجودة أيضا أوباما عندما هنأ الإيرانيين بعيدهم القوم النوروز استخدم بيتا شعريا يحاول فيه استمالة الإيرانيين وهو من شعر حافظ الشرازي والذي يقول معناه الشعر دلني على شجرة الصداقة التي تبهج ثمارها القلب واقتلع غرس العداوة التي لا ترث إلا الألم روحاني نفسه حسن روحاني نفسه في نهاية خطابه في الأمم المتحدة استخدم أو أورد بيتا شعريا للشاعر الإيراني بالقاسم الفردوسي والذي يقول في معناه اجتهدوا في فعل الخير فقد شاهدتم كيف جلب الشتاء الربيع يعني أتزاما بالوقت أنا أتوقف نعم على كل حال أعتقد أن هناك الكثير من أن هذه الإمكانات الثقافية الموجودة بين البلدين كثيرة جدا لا يتسع المجال لذكرها الآن وبما في المناقشة أعتقد أنها تشكل أرضية مناسبة وتشكل حتى بين الشعبين لا الأمريكيين هناك في كل استطاعات رأيهم يطالبون دائما استطاعات الرأي تسفر على الرغبة المجتمع الأمريكي فتح علاقات السياسية والديبلوماسية مع الإيرانيين مجتمع الإيراني نفسه لا على مستوى الشعبي ولا على مستوى النخبة وأعتقد أن هذه الأرضية الثقافية المتوفرة هذه الإمكانات المتوفرة والتي يتم دائما تفعيلها كأسالب من أسالب دبلوماسية في جميع المناسبات يمكن أن تكون أن تفتح أو أن تعطي دفقا كبيرا من العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إذا ما تم تطبيع العلاقة السياسية وشكرا شكرا دكتور رشيد العلاقة العربية العلاقة الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على الساحة العربية والدولية موضوع دسم ساخن ومثير ويحمل العديد من المشاعر وردود الأفعال من متخوفة من متشائلة من متشائمة في الخليج أكثر من العالم العربي نفتح باب الأسئلة معكم ونتمنى عليكم أن نختصر الوقت لنا حاولنا في قدر الإمكان أن نختصر أيضا معكم نبدأ من اليمين دكتور نجيلك تعرفنا باسمك أخي العزيز المكروفون أسمح أنه يؤيد احتلال إيران لهذه المنطقة أما السر هو الوضع القاعدة كيف تصنع عدو عندما صنع نظام الشيوعي في عدن وهو الثرفة بالكتابي أنه أصنع عبدالكريم قاسم وصنع الكرومة في غانا ولذلك السياسة الغربية تقوم على هذا كيف تصنع عدو ولذلك صادر كتاب اسمه في فرنسا كان دور المخابرات الأمريكية في إصال الملالي إلى السلطة في إيران وهذا الكتاب صودر وكان نشرت منه قريدة النهارة تسليمهم العراق وحمد النقاب دخل إلى بغداد بتحت حماية المارينز أيضا وكان علاقة برايمر بالسفير الأمريكي قوية الوصول إلى أفغانستان التواجد التنسيق لاستماح للعراق لإدخال الأسلحة وهو بلتماع أمريكا إلا داخل إلى تنمية النظام السوري كذلك في اليمن هل لديك سؤال؟ لا أخذي عني بس لازم بس شوية كذلك اسمح لياني والتعاون مع إسرائيل إيران تشتري اشترت أسلحة اشترت غواصات وتشتري برامق عن طريق أطراف ثالثة وأيضا بينهم تعاون وكذلك لقاء خاتمي مع كاتساف لما نسلم عليه عند البابة في عزاء البابة وكذلك هناك ويعتبر روحاني هو عراب العراقات فليس هناك قريد فالعلاقة غزل وهناك علاقة مصالح بين البلدين ووجود أمريكا إيران مهمة جدا لمساحة الغرب بيع الأسلحة والبيع الأشياء والمعدات الأمنية والتواجدها في المنطقة فإيران تعتبر لا تقل عن إسرائيل عداوة للأمة العربية والسلامية شكرا 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 للمتحدثين الفرسان الثلاثة ولكني أقف عندي ثلاثة نقاط النقطة الأولى هي العقوبات الاقتصادية والنقطة الثانية هي التسلح النووي والنقطة الثالثة أن الفرسان الثلاثة قد أخفقوا جميعا بالحديث عن انعكاسات التواصل الأمريكي الإيراني على الواقع العربي وعلى دول الجوار على وجه التحديد بالنسبة للعقوبات الاقتصادية أنا أعتقد أنها لم تؤثر على النظام السياسي في طهران على الإطلاق لأن هناك ما يقارب ثلاثة شركة موجودة في منطقة الخليج كلها إيرانية مسجلة فيما أعتقد وكما ذكروا كثير من الإيرانيين في هذا المنتدى بأنها مسجلة بأسماء عربية مع الأسف الشديد وهذه تذهب وارداتها وتذهب الأموال إلى بغداد ومنها إلى إيران أو إلى دمشق قبل الحركة الأخيرة قبل سنتين إلى دمشق ومنها إلى طهران وبالتالي ليس هناك حصار قوي ضد إيران من هذه الناحية وهو ضد النظام السياسي ليس هناك لم يؤثر الحصار على النظام بدليل التجارب، التسلح النووي الإيراني، عملية البحرية، عملية الصواريخ المتقدم وهذا يستنزف أممال وعملة صعبة قوية جدا لا بد أن يكون فيه رواج اقتصادي الدفع الاقتصادي أو الدفع والاندفاع الإيراني نحو سوريا الآن قوي جدا يحتاج إلى تمويل مالي كبير جدا في لبنان وفي سوريا لحزب الله ولغيره وبالتالي بالنسبة للدولة لم تتأثر قد يكون المواطن الإيراني تأثر بذلك لا شك في ذلك النمر الآخر بالنسبة للتسلح النووي كما ذكر الأستاذ من دمشق يقول التسلح النووي الإيراني أن الولايات المتحدة والغرب لن يسمح بعد الحرب العالمية الثانية بتواجد سلاح نووي ماذا عن الباكستان ماذا عن الهند ماذا عن إسرائيل وهي نتجة كلها بعد الحرب العالمية الثانية وبالعكس في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ذلك الموضع النمر الأخرى التي فشل أو لا أقول فشلوا وإنما أقول يعني لم يلامسوا أنعكاس التقارب الأمريكي الإيراني على واقعنا في منطقة الخليج وعلى الشرق الأوسط على وجه التحديد شكرا شكرا سيد محمد تعرفنا بنفسك لكن أنا طبعا معروفة من الجزيرة وصاحب الرام الشهر ما وراء الخبر العفو أنا لدي سؤال واحد هو موجه للسادة المحاضرين الثلاثة هو مدى الدور الذي يلعبه الشباب في إيران والرأي العام هناك على صعيد تجيئ أو أعرقلت التقارب الأمريكي الإيراني لأن حسب ما تابعت من بعض الزملاء الذين عاشوا لفترة في إيران الشباب في إيران ليس فقط معجبا بالنمط الغربي والأمريكي في الحياة وفي العقلية بل وصل به الأمر للتعبير عن مدى امتعاده من المؤسسة الدينية إلى أن نسبة كبيرة من الشباب في إيران ليسوا فقط لا علاقة لهم بالدين بل ملحدون وهذا تأكد منه حتى من بعض الشخصيات المطلعة على الشأن الإيراني القريب من بينهم الشيخ هاني فحص في لبنان وأكد لي هذا المعلومة وهو مطلع جدا على الشأن الإيراني شكرا جزيلا شكرا دكتور محجوب نبدأ معك الشباب الإيراني ودوره هو بدأ حقيقة تغيير مع تويتر فانتقلت إلى العالم العربي وبقت إيران بعيدة عن التغيير ما رأيك؟ أولا نحن المشكلة أنه في إيران ليس هناك استطلاعات الرأي حول وجهة نظر الشباب أو الرأي العام بهذا الموضوع لكن نتحدث عندما كنت في طهران بين العامين 1998-2002 وكان هناك الرئيس محمد خاتمي كان هناك نوع من الاستطلاع الرأي جرى وتم حاسبة الجهة قال الاستطلاع أن 78% من الشاب الإيراني يريد علاقة مع الولايات المتحدة وقالوا أنا ذاك وإن المركز له علاقة وزارة الثقافة والشاد الديني في ذلك الوقت الذي كان وزيرها عطاء الله مهاجراني بدون أدنى شك أن الجيل الجديد في إيران وأشير أيضا إلى دراسة جرت على واقع التعليم تأثير نظام التعليم الذي فرنته الجمهورية الإسلامية على طلاب المدارس اللي هم الآن في أعمارة 18-22 وجدوا أن هناك نسبة تتجاوز النصف لا يصلون هناك نسبة تتجاوز 60% يعني لا يفكرون بالدين إلا في أيام عشراء تحديدا هناك نسبة غير معنية في قضية الضوابط الاجتماعية التي منطلقها الدين وبالتالي بمعنى أن هناك وجهة نظر عند الرأي عند الشباب مخالفة تماما للتيار الذي تقدمه الدولة أو النظام الرسمي وهذا أعتقد أنه إحدى الشكايات الأساسية التي دائما يحاول النظام أن يقول بأن المجتمع منسج معه وخلفه في هذه النظرة بدليل أن هناك قطاع كبير من الشباب في الجامعات مثلا لم يكنوا مع الرئيس محمود أحمد نجات في كل خطاب ومثلا حول العداء الولايات المتحدة وغير ذلك نعم هناك تفاوض والرأي والشباب تحديدا ليسوا بالضرورة المستجمين مثلا مسألة اللباس عند النساء عندما حاولت فرض لون خاص من اللباس وإلزامهم هناك نوع من التظاهر الغير معلن باللباس الملون وكان هذا نوع من الإعلان الاعتراض الرسمي على فرض لون معين من اللباس هذا في قطاع حول سؤال سيد محمد فيما يتعلق في فقط في مشارة التي أشار له الدكتور محمد المسفر أنا الحقيقة لم ألامس موضوع عن كسطة الواقع العربي لأذكرها في الحوار في الحقيقة الخاسر الوحيد من التقارب أو احتمالية التقارب أمريكي عربي أمريكي إيراني هو لهم العرب العرب المملكة العربية السعودية ليست نشيطة دبلوماسيا ولا سياسيا مصر مشغولة بهمومها العراق وضعه كما ترون بالتالي ليس هناك أي حقيقة لاعب عربي يمكن أن يوازي إيران ذلك أنا ذكرت في نهاية مقدمتي تركيا العرب بالحقيقة سواعلا من مستوى مجلس التعاون الخليجي لم يستطيعوا أن يبلغوا موقف واحد من إيران في التعامل مع الموقف الإيراني بشكل عام حتى من قضية البحرين الموقف كان جدا خجل في قضية البحرين لذلك أنا أعتقد أن العرب سواء كان من منطقة الخليجي عربي أو غيرها هم خاسرون من هذا التقارب إن حصل ونعتقد أنه عليهم أن يعيدوا قراءة المشهد وترتيب أولوياتهم بطريقة مختلفة تماما عما كان عليه الأمر في السابق لأن الولايات المتحدة كانت دائما تركز على وجود لاعب غير عربي في سجدها في المنطقة سواء كان ذلك إسرائيل أو إيران أو تركيا شكرا 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 دكتور محجب دكتور رشيد إذا الشباب يلعب دور كبير وهو متحرر لماذا لا ينعكس ذلك على الساحة السياسية شكرا سيد رئيس فقط اسمح لي أبدأ بسؤال دكتور محمد المسفر بخصوص لأن الوقت لم يسمح حقيقة الورقة التي تغطي للتأثير هذا التقارب على المجال العربي وأبدأ من حيث انتهى دكتور محجوب زويري أن فعلا أن الإيرانيين أو حسن روحاني بالخصوص الآن هذا وهذا موجود حتى في النخبة أنهم يؤمنون أو يعتقدون بأن التفاهم مع الأمريكيين سيفتح لهم أبواب الدول العربية وأبواب العرب وأن فقط عندما يتم تجاوز هذه العقبة سيتم تخلص من جميع العوائق في العلاقة مع العرب وفعلا هناك أنا حينما أخاطب وأقرأ مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني مواقع الإلكترونية خطابات سياسية الإيرانيين العالم العربي أو الديبلوماسية العربية أو لا تملأ اهتماماتهم في الحقيقة إلا في بعض المناسبات الموجهة العربية يتم الحديث على هذه الأمور مثلا أعطيك مثال بسيط أن الروحاني بعد توليه منصب الرئاسة استقبل مجموعة من الديبلوماسيين واستقبل أيضا ملك دولة السلطان قبول دولة العمان لكنه عندما كان يقدم حصلة عمله في العمل في السياسة الخارجية استعرض لقاءاته بدبلوماسيين الروس وبهذا وبهؤلاء الدبلوماسيين ولم يتحدث عن لقائهم بالسلطان قبوس رغم أنه وقع اتفاق غاز بالكبير جدا أيضا هذه المسألة موجودة هذا الاعتقاد عند الإيرانيين موجود للأسف الشديد لكن أعتقد أن التقارب أنا عندي رؤية بالنسبة لها التقارب الإيراني الأمريكي ليس بالضرورة هو ضد مصالح العرب يمكن أن يحصل هذا التقارب لكن بشرط يمكن للعرب وديبلوماسي العربي بوسائلها أن تجعل هذا التقارب أن لا يكون على حساب المصالح العربية هذا طبيعي جدا في العلاقة الدولية بالنسبة فقط للشباب نقطة بسيطة هذه المسؤولة الظاهرة موجودة في إيران هناك جاءت كرد فعل على السياسات التي كانت في بداية الثورة والتي كانت تدفع نحو الضغط على الشباب والضغط وكانت السياسات التي لم يتقبل خصا في الجيل الجديد من الذين لم يعيشوا في بداية الثورة وأعتقد أن هذا الأمر أيضا راجع لنا لم أكن تم الورقة أن في هذه العلاقات الثقافية الأمريكية الإيرانية العلاقات أو الضور الأمريكي دائما أقوى منذ البداية وكان عنده ضور هجومي فهذا السياسات وفهذا المبادرات شكرا دكتور راجعي دكتور مروان مررت سريعا على العقوبات الاقتصادية والتسلح النووي والعلاقات مع الخليج العالم العربي شكرا جزيلا وهذه النقاط الثلاثة لأثارها الدكتور محمد المسفر مشكورا حقا أنا بالبداية أريد أن أصحح معلومة ذكرها الدكتور وهو أني لم أتحدث عن أن الغرب لن يسمح بسلاح نووي في المنطقة لأنه ذكرت حضرت الباكستان والهند قلت لن يسمح لدولة أو لقوة إقليمية أو دولية بالسيطرة على منطقة الخليج وأقول ذلك طبعا ضمن الظروف أيضا الراهنة طالما أن نفط الخليج وغاز الخليج الطاقة في الخليج مهمة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي فأنا من مجهة نظري لن يسمح لقوة لا إقليمية ولا دولية ولا ما تحدث عن موضوع سلاح النووي النقطة الأخرى أنا أخالفك الرأي أيضا في موضوع العقوبات الاقتصادية يعني إذا نظرنا إلى وضع الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة الماضية وتحديدا خلال السنتين الماضيتين منذ الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على إيران هناك تدهور كبير طبعا العقوبات الاقتصادية لا تستهدف نظام ولا تؤثر على نظام في العالم أنا أتفق معك والأمريكيين أنا من موجهة نظري لم يستهدفوا النظام بمعنى أن الأشخاص الذين يمسكون بمقاليد الأمور في أي بلد لا يتؤثر عليهم عقوبات الاقتصادية مثلا أن الصادرات النفط الإيرانية خفضت بشدة إيران لا تستطيع أن تقوم بأي معاملات عبر نظام البنوك الإلكتروني الدخل إيران يعني واردات الخزين الإيرانية تضررت أيضا بشدة لعدم قدرة إيران عمليا على أن تبيع كما كانت تبيع سابقا نفط وغاز قيمة العملة الإيرانية انهارت يعني خسرت أكثر من نصف قيمتها خلال العامين الماضيين فهناك أثر وأثر كبير وأثر ملموس حقا على الاقتصاد الإيراني سلغته العقوبات الاقتصادية الأمر الآخر فيما يتعلق بين عكاسات هذا التقارب على العرب يعني بداية يعني نعم هناك غزل هناك كلام هناك نوايا هناك رغبات للطرفين حتى الآن يعني أنا لا أستطيع أن أقول بأن شيء ما حصل لأنه الأمريكان يعني آخر كلام بتذكر أوباما قاله الأسبوع الماضي هو نريد أن نرى أفعالا يعني أوكي هناك إشارات إيجابية تصدر عن الإيرانيين نقابلها نحن بإشارات إيجابية لكن يجب أن تترجم ذلك إلى أفعال نريد أن نرى سياسات وليس مجرد أقوال أنه نحن كلنا نعرف أنه فشلت أكثر من محاولة سابقة عمليا لحصول تقارب أمريكي إيراني وخاصة في عهد خاتمي ومحاولة أخرى في عهد رفسنجان شكرا تفضل دكتور نأخذ مزيد من الأسألة هنا الماكروفون جايك ما أنا شوف دكتور عزمي بالجالس يترقب العراب نريد أن أسمع منه أيضا تفضل عشان نسمعك عشان نسمعك أفضل ويسمعونك بسم الله الرحمن الرحيم في الحياة نحن نسيين شيء الولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف التبويس اللحقة والعواطف شركة متعددة الجلسيات تبحث عن مصالحها أنا لم أسمع وجهة النظر لك أنت أريد أن أسمعها عن الأفاق لو نظرنا إلى إيران سنة 79 والآن معها العراق معها سوريا معها لبنان وضع إيدها في كل شيء ولو حمدين صباحي مسك رئيس جمهورية في مصر حيكون مع إيران المشكلة أمريكا تريد أن يكون هناك عالم إيراني وعالم عربي والإثنين يتصارعوا ويدمروا بعض وأمريكا تورد أسلحة وشركة تهتب هذا هو المطلوب باختصار على المدى الطويل لا داعي لكل هذا هذا ما تريد أمريكا ليس كرها في إيران وحبا في العرب شكراً شكراً نظرية المؤامرة لا زالت لاحقنا فضل شكراً أحمد الأنصاري أنا في الحقيقة مهندس بس عندي اهتمامات سياسية طبعاً عندما قامت الثورة أو ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران أتت وقضت على كل شيء كان مرتبط بنظام الشاه السابق ولهذا السبب ترسخت وبقت حتى الآن بالرغم من تغير الظروف السياسية والتقلبات التي سارت في المنطقة حتى لدرجة أنها تحولت إلى دكتاتورية والغرب وأمريكا بطبيعة الحال تغض النظر عن ذلك وشهدت العلاقات الغربية الإيرانية تقلبات عديدة ولكن وصلت إلى درجة التماهي في الكثير من الأشياء خاصة فيما يتعلق بأفغانستان والعراق ودول أخرى أيضاً السؤال الذي أود أن أطرحه أمريكا الآن في الوقت الحالي أو الغرب بشكل عام تغض الطرف عن ما يحصل في مصر وتؤيد تأييد مطلق بدون أي شكل انقلاب لأن الانتخابات التي حصلت بعد في دول الربيع العربي أتت بالأحزاب الإسلامية وهذا شيء طبيعي جداً لا بد أن يأتي الإسلاميون فلماذا أمريكا تغض الطرف عن دول الربيع العربي وتهتم في تطوير علاقاتها مع إيران؟ شكراً 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 بسم الله الرحمن الرحيم بابكر خليفة لا أعتقد البتة أن هناك تغارب جدي بين أمريكا وإيران كل ما يحدث هو نوع من المهادنة أو التكتيك المرحلي في تغيير الأساليب السياسية فإيران تزعى لإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروض عليها من الولايات المتحدة الأمريكية إيران تزعى لفك تجميد الأرصدة المليارات التي وضعت مجمدة في أمريكا منذ 1979 بعد صغوط شاه إيران وأنا أعتقد أن إذا كانت هناك جدية لإحداث تغارب إيراني أمريكي فإن المفتاح هو العلاقة بين أمريكا بين إيران وإسرائيل لقد سمحت بإذني هاتين في العام الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والرئيس الإيراني السابق أحمد نجاد يتحدث عن تدمير وتخطيم إسرائيل نفس الكلام الذي قاله جمال عبد الناصر قبل سنين وسنين فأنا أعتقد أنه لو في جدية إيران ومع بغية الدولة العربية شكرا يعملون جعل منطقة الشرق الأوسط جميعا بما فيها إسرائيل منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية شكرا إسرائيل تملك السلاح النووي شكرا وصلت وأن الاستخدامات تكون فقط للاستخدامات السلمية الشيء الثاني إيران تعمل مع الدول العربية ومع الولايات المتحدة الأمريكية لمزألة غيام دولتين دولة فلسطينية ودولة إسرائيل جنبا إلى جنب هذا أعتقد أنه ممكن نحق نوع من التغارب شكرا تعطي بس اللي جميع خلص بعدين نرجع نجاب على السلم مع المراح بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة بس عندي سؤال ما هي ما هي آثار التغارب الأمريكي الإيراني على المنطقة العربية وهذا السؤال السؤال الثاني أنه الإخوة المتحدثين لم يتطرقوا للخاسرين من هذا التغارب الإيراني الأمريكي في المنطقة العربية فأنا أعتقد أنه الدول السنية الدول السنية في المنطقة العربية اللي بما فيها دول الخليج ومصر وخلومة جرة هذه هي التي تخسر من هذا التغارب على حساب وجودها وهويتها وهي ولكي ولكي نعالج ذلك ولكي نعالج هذا التغارب بالنسبة للدول السنية لأن هناك الدول السنية بتشكل 85% دعنا نجيب على السؤال فلابد من إيجاد حليف آخر مثل الصين والروسيا شكرا دكتور محجوب الولايات المتحدة لا تبهوا سلحة أيضا من الخاسر من التغارب الإيراني الأمريكي هو في الحقيقة يجب أن نتذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2013 هي الولايات المتحدة في العام 2001 ومن يعتقد بذلك عليها أن يراجع أدبيات العلاقات الدولية والعلوم السياسية الولايات المتحدة لا تتمتع بنفس من القدر قوة الاقتصادية والعزيمة السياسية التي كانت تتمتع فيها وتشن حروب في ضرف 34 يوم دون أن تلقي بالا لكثير من القوانين الدولية الرئيس أوباما يعطي العالم محاضرات عن احترام القانون الدولي وحرية الشعوب وهو يعرف تماما بأنه لو كانت الولايات المتحدة واقفة على قدميها اقتصاديا ولديها الامكانات التي تمكنها من الذهاب وإجراء التغيير الذي تريد لم انتظرت في الحقيقة هذا بعد مهم ايران سياسيا تدرك أن الولايات المتحدة لا تتمتع بوضع اقتصادي وسياسي يمكنها من فرض كلمتها في العالم وتعرف تماما أن الروسيا أو الدب الروسي قادر على لجم الولايات المتحدة الذي أعطى ايران هذه العزيمة هو الموقف في سوريا الولايات ايران وحسب دراسة لمجلس الشورى أو البرلمان الإيراني تم تطرق إلى بعض النقاط منها في الإعلام أن الوضع في سوريا كان اخفاقا كبيرا للدور الأمريكي ويمكن الولايات المتحدة أن تبني عليه عفوا لإيران أن تبني على ذلك في حضورها في المنطقة عبر تقوية الموقف الروسي وبالتالي إيران مستند إلى الحائط الروسي في الموقف فيما يتعلق بسوريا ومستند أيضا في مسألة البرنامج النووي بأن روسيا لديها قناعة عن البرنامج النووي الإيراني سلمي والصين لديها نفس القناعة وبالتالي يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار فإيران لا تتصرف فقط بناء على تصور خاص فيها هي تنظر إلى قواعد اللعبة الموجودة في المنطقة هي تعرف أيضا بأن التطورات التي تحدث في المنطقة لها علاقة في إشغال الولايات المتحدة صحيح ما يجري في مصر قضية مهمة وأساسية وإيران أعتقد بأنها كانت قلقة من نجاح بعض الإسلاميين الذين لم يكنوا يود أو لديهم ود حقيقي للتجربة الإيرانية وحاولوا الابتعاد عنها حتى في مصر وبالتالي هذه المطبات السياسية حدثت في المنطقة والتي أربكت الدور الأمريكي أعطت لإيران ضوءا أخضر بأن تبدو أكثر صلابة في موقفها خاصة فيما يتعلق في التقارب الآن والظهور وإرسال رسائل لبعض الأطراف العربية بأنها اللاعب القوي ورسالة أخرى إلى إسطنبول أو إلى أنقرة بأن كل علاقاتكم مع الولايات المتحدة لم تمكنكم من وقف موقف إيران الآن الذي يسمي موقف المقاومة حسب تصريحات الرئيس روحاني شكرا دكتور مروان عندما ننظر العلاقات الإيرانية الأمريكية يجب لنا سبعد روسيا أيضا بالتأكيد أنا فقط أريد أن نخرج من think out of the box بمعنى أنه صحيح أن المنطقة العربية في حالة فوضى الدول المركزية العربية العراق سوريا ومصر دورها تقريبا غائب عما يجري لكن أنا لا أميل إلى فكرة أن الدور الأمريكي هو الطارق على المنطقة العرب وإيران هم الجزء الأصيل من المنطقة ففي نهاية المطاف يعني العلاقة بينهما لا يجوز أن تكون علاقة نفي أحدهما للآخر لأن هذه العلاقة لا يمكن أن تكون بهذا الشكل بين الطرفين يعني لابد في نهاية المطاف من أن يتوصل الطرفين إلى تسوية معينة كلاهما موجود في المنطقة وسيبقى موجود في المنطقة موجود منذ آلاف سنين وسيبقى لآلاف سنين قادمة فلذلك أنا برأيي يعني ليس بالضرورة أن تستمر العلاقات العربية الإيرانية بعلاقة خصومة وعداوة بشكل مستمر أنا أعتقد العرب ليسوا بالضعف الذي نتصوره جميعا يعني صحيح دول مركزية أساسية الآن غائبة عن المشهد لكن لا ننسى دول الخليج العربي تلعب دور جدا مهم أو لعبت دور جدا مهم وتلعب دور جدا مهم خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة الماضية أنا أعتقد أن لديها من القدرات والإمكانات إذا أرادت إذا رغبت إذا قررت إذا خططت إذا قررت أن يكون لها دور في تقارب إيراني أمريكي أعتقد أنها يمكن أن تكون مؤثرة وموجودة لذلك أنا من وجهة نظري إذا اكتفينا بالقول بأنه يعني نحن الخاسرون من تقارب يمكن أن يحصل هذا التقارب الإيراني الأمريكي ونحن مستمرون في القول نحن الخاسرون من هذا التقارب أنا فقط أريد أن أذكر بالتقارب الذي حصل في عام 1997 بين إيران والمملكة العربية السعودية يعني أحيانا محاولة إزالة التوتر السائد في المنطقة أنا أعتقد أنه يمكن أن يخدم مصالح الطرفين النقطة التي أريد أن أشير إليها أخيرا أن إيران أضعف بكثير اليوم ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات لذلك أيضا يمكن أن يستثمر تعقيدات بتأكيد الموضوع جدا معقد المنطقة جدا معقدة لكن بالتحالف مع آخرين في المنطقة أعتقد أن دور تركيا مهم جدا يعني يمكن للخليج أن يصل إلى تفاهمات معينة مع تركيا لأن تركيا أيضا متأثرة بالدور الإيراني متأثرة سواء ضررا أو نفعا ممكن أن يلعب العرب دور مساعد فيما يتعلق ب أن لا يكونوا هم الخاسرين أو الخاسر الأكبر من تقارب الإيراني أمريكو شكرا تفضل باختصار الميكروفون هنا دكتور عزمي مشاركنا متحافظ دكتور عزمي تفضل أسمع منك معلش أول صوتك مشعار في الميكروفون ميكروفون أوكي تفضل تفضل أصبح نصحي مرحبا أمريكو شكرا مرحبا تفضل أصبح أيضا ما يوسف وأنا أصبح وأصبح أصبح كتاريس هذا فهل أول مرة أولا أن أتي إلى كتاريس ما أصبح ما أصبح هناك يقول أن الولايات المتحدة لا تتحرك لكل بلد لديه تفضل لكن هذا تتحرك ويؤرر أن Each country has a unique way to protect themselves and to ensure their power against the forces that come outside. That's an statement and I will go to my question. What happened that, where was the United States of America when there was a chemical wars in Syria? That's my first question. Second, where were they thinking when they stopped the financial oil thing, the petroleum, from 2008 to 2012 from Iran? أنا أعلم أن النبشة بك في المنطقة؟ المنطقة التي تعتقد انتهم من التدسمين لم να يشيره بالنسبة له ولكن مرتد؟ تكتبون أن تصفوا الناس وإنهم الأخير من الناس في الجنجات؟ ولكني أسفل أن تكون في مساعدة أنت إنني حالي إنني أخبرها للشكل، لذلك يقول إنني أعضي الأشخاص بأنه إذا كان هناك مشكلة مع إيران، لا يحدث معهم، لا يحدث معهم، لا يحدث مع أوروبا، لا يحدث مع إيران. لذلك، ما هي المشكلة بين واشنطن دي سي وإيران؟ وكيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ شكراً. قلت عن أن إيران بنيت على أساس العداء الإيديولوجي، سؤالي هو أن هذا العداء الإيديولوجي ربما يعني يمنع التقارب في الحقيقة، فسؤالي هو يعني هناك سوابق في التاريخ وبود أن تقارن مثلاً بين ليبيا في عهد القذافي والعراق في عهد صدام بعد حرب التحرير، قبل حرب التحرير، قبل غزو الكويت، هذين من الثنين كانوا مبنين على عهداء إيديولوجي كذلك، فبود أن تقارن فيه أيضاً ما هو أقوى من ذلك، وهو الاتحاد السوفياتي والصين، دخول الصين لللعبة لرأس مالية السوق ثم تحول علاقتها بالولايات المتحدة، كذلك الاتحاد السوفياتي فبود أن تجري مقارنة وتقول لنا إذا كان هذا الصار في السابق هل يمكن أن يحدث مجدداً مع إيران؟ هذا السؤال الدكتور مروان تحدث عن السلاح النووي كأداة هدفها النفوذ، يعني البرستيج، وهو صحيح إلى حد بعيد، ولكن أود أن أعرف إذا كنت توافق على أن هذه الأداة ربما تكون الهدف منها هو دفاعي أكثر منه هجومي، يعني القصد أن إيران إذا ملكت السلاح النووي تشعر أنها أصبحت لا يمكن المساس بها، لا أحد يمكنه المساس بها، هذا الموضوع ثم أنت يعني تحدثت عن تركيا، لكن هناك دولتين مهمتين يهمهم ما يحدث الآن، السعودية وإسرائيل كل واحدة منهم لها أهدافها الخاصة، وأنت عارف ما هي الرهانات، فبودي أن تعطينا تقييمك لواقع إذا حدث احتمال التقارب بين إيران وأمريكا، ما هو تأثيره على إسرائيل وعلى السعودية؟ دكتور رشيد تحدثت عن تاريخ العلاقات الثقافية وهو أمر كثير جميل، ولكن ما تفضلت به يؤيد فكرة أنه ممكن هذا التقارب يحدث لأنه فيه الكثير من الأشياء تجمع إذا بين إيران والولايات المتحدة، فهل توافق على هذا؟ شكرا، شكرا، تفضل، تفضل شيخنا بس يريد له بسرعة، والسؤال يكون سؤال وليس أربعة نحن نحب التعدد بالعالم العربي، لا أعرف لماذا، بلستثنات ديمقراطية طبعا ياسر سعد الدين، ملاحظة أن روحاني كان هو الرجل الدين الوحيد في الانتخابات الأخيرة وفاز وهو الآن مفتاح التسوية كما يعلن خاتمي أيضاً كان رجل الدين وكان مفتاح التسوية نلاحظ على قضية بس أنا أريد أن أطرح هذه الفكرة اسمع رأيكم أنه مثلاً لافروف خوف من دولة سنية وعلاقة قوية مع الدولة الشيعية المسؤولين الإسرائيليين كما ذكر كتاب دكتور عزمي بشارف في مواقف إسرائيل عموز جلعاد وكانوا يخوفوا من قيام دولة سنية في سوريا اللي يخوف منها لافروف قضية لعبة الورقة الشيعية أمريكا وبريمر يعني لعب عليها وذكر ذلك في كتاب عامي في العراق هل الغرب يعني قادر على التفاعل مع المذهب الشيعي كمذهب قابل أيضاً للتغييرات مثل الوضع الكنسي أم أن الأكثرية السنية تفرض لعب الورقة الأخلية على مستوى الأمة يعني هذا سؤال أتمنى أن أسمع إجازة شكراً شكراً أمير موسوي من طهران أنا أعتقد أن هناك تطور جديد في هذه العلاقة التي طرأت بين طهران وواشنطن لا بد أن نضعها في محورين المحور الأول موضوع المواقف والمبادئ والمحور الثاني هي المصالح المشتركة أنا أعتقد ما بدأت به واشنطن في اتصالاتها مع طهران هي حول المصالح المشتركة لأنه في المواقف في صعوبات وفيها عقد كثيرة لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تتخلى عن الكيان الصهيوني ولا يمكن لطهران أن تتخلى عن حزب الله وخط المقاومة والممانعة في المنطقة إذن المبادئ والمواقف في جانب هناك مصالح مشتركة لذا أنا أعتقد على الدول العربية اللا يتخوفوا أن يجلسوا ويتباكوا ويرتجفوا من التقاء بهاتف هذا الهاتف يرجف الأنظمة العربية أو بعضها هذا ظلم للشعوب العربية وللدول العربية هناك علاقات طيبة الدول العربية كلها لديها سفارات في طهران وطهران لديها سفارات في هذه الدول العربية اليوم اليد الإيرانية مدت إلى الدول العربية عليها الإجابة والاستجابة لا يجوز أن يتخبوا حول هذه المخاوف أو خلف هذه المخاوف التي هي صهيونية بامتياز وإسرائيلية ولاحظنا نتنياهو في جمعية الأمم المتحدة كيف تحدث فلذا أنا أعتقد أن الباب مفتوح على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية أن تبادر كما بادر الطهران وأنا أعتقد أن السيد المصفر ربما ظلم إيران عندما قال المليارات تأتي من الدول الخليجية إلى إيران أنا أعتقد لابد أن تسجل مفخرة للدول الشقيقة أنها ساعدت جارتها المسلمة في هذه المحنة ولا ننسى أن الدول الخليجية استفادت يعني كل الأشياء التي تأتي إلى إيران عبر جبل علي شكرا وفي تقاسم في الأرزاق يعني فلذا أنا أعتقد المبادرة لابد أن تكون متبادلة بين الطرفين وأن ننسى الخوف لأننا مسلمين وأشقاء وجار شكرا دكتور رشيد نحن مسلمون دكتور رشيد نحن مسلمون لماذا نخاف من إيران أو من التقارب مع الولايات المتحدة هل نخاف من إيران أم نخاف من النمو الإيراني شكرا سيد الرئيس حقيقة سأبدأ من مسألة التقارب وأن هذه الخلفية التي تتحدى عنه الإمكانات الثقافية الحضارية الموجودة بين الإيران والولايات المتحدة الأمريكية أقول بأنها فعلا تشكل أرضية حقيقية وإمكان أن تحدث موجة وتصنامي علاقات وتطبيع بين الإيرانيين والأمريكيين سنة 1950 كانت تمنح دكتوراء في الأدب الفارسي في الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك علاقات وهناك المؤسسات تشتغل حتى قبل هذا العلاقات وفي هذا الإطار وحتى الآن هناك كثير من الإشارات الثقافية والإشارات الحضارية بين الطرفين وعلى عكس تماما ما يتم ترويجه في الإعلام تماما على عكس شعار شيطان الأكبر أو شعار الموت لأمريكا سنة 2011 تم ارتفعت صادرات الأمريكية إلى إيران بنسبة غذائية بنسبة 125% في ظل الحصار وفي ظل التهديد بالضربات لذلك فنحن نرى صورتين وتناقضتين تماما بالنسبة لهذا التقارب أنا أرجحه هذا المرة أرجحه لماذا؟ لأن هذه أول مرة هذا التقارب يحصل تحت إشراف وبإشراف المرشد علي خامنائي نفسه بعكس المحاولات التي كانت في عهد رخصانجاني أو عهد خاتمي لذلك فالآن هناك رغبة من النظام طبعا للمضي في هذا الإطار وكذلك بالنسبة للمسألة التي ذكرها زميني دكتور مروان فعلا في عهد أوباما كانت هناك عقوبات غير مسبقة لإيران ولكن في عهد أوباما أيضا كانت هناك خطاوات تقاربية غير مسبقة مع إيران لأول مرة يتم يتنشر خطبة الرئيس الأمريكي باللغة الفارسية على موقع البيت الأبيض ولأول مرة يعين أوباما متحدث فارسي باسم وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك الأول مرة يستخدم الشعر وتستخدم هذه الإشارات وما نسميه نحن في التحليل بالغزل إذن هذه الإمكانية موجودة ويمكن أن أقول هذا الكلام لأنني أعتقد أن التطبيع السياسي في هذه الحالة بين الإيرانيين والأمريكيين يمثل فقط ذلك الغشاء الخفيف في أي لحظة يمكن اختراقه ويتم تطبيع العلاقات وأقول بالنسبة الآن ذكرت أن هناك 8000 طبيب إيراني في أمريكا 5000 طبيب من هؤلاء الأطباء كلهم خرجوا الجامعات الإيرانية ولاحظتم أن بعد زيارة روحاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمر روحاني أولا بالعمل الآن بالشروع في إجراءة فتح خط طيران بين الإيران والإيران المتحدة الأمريكية تم الآن حديث على تفعيل المجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية بين الطرفين يعني وهذه الأمور كلها أرضية موجودة بس ما للمسألة التي ذكرها الأخ بالنسبة للتخوف العرب الحقيقة العرب لا يتخوفون هذه العلاقة وأيضا أن حتى إذا لموجود هو أن الآن هذا التقارب نحن لا نرفضه أو لا نعادي أو لا نريد أن نفشله ولكن لا ينبغي أن يكون هذا التقارب على حساب المصالح الاستراتيجية العربية ونحن رأينا كيف أن الإيرانيين تفاهموا وجلسوا مع الأمريكيين واتفقوا على دخول العراق وتدمير العراق وتفقوا على تدمير أفغانستان وكانت هناك صفقات بين الإيرانيين والأمريكيين التاريخ يشهد بهذا الأمر لذلك فالمصالح القومية الإيرانية حاضرة جدا وأعتقد أن الإيرانيين إذا ما ذهبوا مع الأمريكيين في صفقة وأعتقد أن هذا هو الرأي الراجح والموجود عند الكثير من الراقبين أن هناك صفقة أمريكية إيرانية على حساب سوريا في هذه الحالة أعتقد إذا ذهب الإيرانيون في هذا الخط أن يتم اتفاق مع الأمريكيين أو تطبيع العلاقة مع الأمريكيين على حسب المصالح العربية فأعتقد أنه سيكون خطأ استراتيجي بالنسبة لإيران وأعتقد أيضا لأن المكان الطبيعي لإيران هو الدائرة الحضارية العربية الإسلامية هناك الكثير من الأخطاء فعلا بالنسبة للعرب هناك الكثير من الإخفاقات هناك الكثير من المحاذط التي ارتكبها العرب أيضا تجاه الجار الإيراني وهذا أيضا لا يستوجب بطبيعة الحال المضي في هذا المصار تقارب إذا كان على حساب المصالح العربي وشكرا مروان ما هو تعليقك على بعض الأسئلة التي طرحتك شكرا جزيلا أبدأ من الأخ أمير موسوي أنت تحدثت عن موضوع أنها مواقف ومبادئ تمييز بين مواقف ومبادئ ومصالح أنا برأيي إذا لم تعبر المواقف عن المصالح فهناك إما انفصام وإما نفاق فلا أفهم كيف سوف يتفقون على مصالح مشتركة وتبقى المواقف متباعدة هذا من جهة من جهة تانية نحن نتحدث عن خطاب أن نحن مسلمون ونشترك وكذا والسياسات لا تعبر عن حقيقة هذه المشاعر هي تتناقض تماما معها إيران لم تبقي مكانا في المنطقة إلا وتدخلت به وبشكل هدام وسلبي وإلى أبعد الحدود لذلك حتى موضوع تسمية الخليج مختلفين عليها يعني حتى عندما جرى الاقتراح يا أخي لا نسمي لا فارسي ولا عربي نسمي إسلامي إيران رفضت هذا الشيء وأنت تحدثني عن موضوع أن نحن مسلمون ومصالح مشتركة وإلى آخر يعني أنا محترام الشرية أنا أتمنى أن تكون الحقيقة والواقع هكذا لكن أنا أرى بون شاسع بين الكلام الذي يقال وبين السياسات والممارسات لماذا يخاف العرب من إيران أنا أعتقد يخاف العرب من إيران لأن إيران لديها مشروع لديها مشروع إقليمي يعني الأخ هشام تحدث عن موضوع أنه السلاح النووي دفاعي هجومي أنا يعني أعتقد أقبل أن انتلاك السلاح النووي كان بالنسبة لدولة مثل باكستان دفاعي لأن لديها دولة كبيرة بحجم الهند تقبع على حدودها وهي بحاجة إلى أن تمتلك ما يرتعها عن القيام بهجوم معين لكن فيما يتعلق بإيران أنا أعتقد لا السلاح النووي يعني الولايات المتحدة الأمريكية ولا يوم من الأيام منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وحتى اللحظة سعت إلى تغيير النظام الإيراني ولا يوم من الأيام هي سعت إلى تغيير السلوك الإيراني بشهادة جميع المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا مشرفين على ملف العلاقات مع إيران لذلك أنا برأيي السلاح النووي يعني لن يكون في هذه الحالة يعني إيران تقول بأنها تريد أن تضمن بقاء النظام من خلال السلاح النووي أنا أعتقد أن النظام باقي في إيران بدون سلاح نووي يعني ليس هناك تهديد جدي حقيقي لبقاء النظام في إيران كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن تغير السلوك الإيراني وليس إلى أن تغير النظام الإيراني لذلك أنا أعتقد بأن السلاح النووي لإيران في هذه المفصل يشكل نعم تهديد أو هكذا ترى على أقل دول المنطقة وسياسات إيران وحتى تصريحات إيران خاصة في عهد الرئيس السابق ربما الآن تغيرت المستوى الخطابي لم تكن مطمئنة على الإطلاق بالنسبة إلى جيرانيها وأنا أعتقد بأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي إمكانية حصول تفاهم معها سوف يكون مستحيل صعب إنهم يكون مستحيل شكرا نسمع منك سعد سفير فيه ميكروفون ميكروفون يا شباب شكرا الاسم قبلان أبي الصعب سفير جمهورية الإكوادور أولاً أريد أن أؤكد أن ما سأقوله الآن ويعبر عن رأيي الخاص وليس عن رأي دولتي أو حكومتي إنما كانسة من أصول عربية وهواها عربية الفداية أريد أن أشكر تكاتر الكرام على هذا العرض لأكاديم الغني والمفيد ثانياً ما أريد أن أقوله السياسة ليست جامدة وليست ثابتة في الزمن السياسة تتغير وتتبدل دائماً وخاصة تبع على المصالح بمعنى أن التقارب الأمريكي الإيراني لا يمكن الحكم عليه اليوم هل هو سيفشل أم سيحصل نعم هناك نوايا من الجانبين بالتقارب بالسياسة كمان هناك نوع من الجدية يعني لا نأخذ بالسهولة أنه رئيس دولة عظمة مثل الولايات المتحدة ورئيس دولة إقليمية لها مكانتها بالمنطقة فيه هناك مناورات طبعاً فيه محاولات وإذا عم بتقوله الولايات المتحدة وضع العسكري والاقتصادي أضعف وإيران وضع اليوم أضعف مما كانت عليه في السابق هذا يعني أن التقارب بين الدولتين يفيد للدولتين هذا لا يعني أنه سيحصل لأنه دائماً طبعاً في الولايات المتحدة كما في إيران هناك فئات هناك أحزاب ستعارض أو بالنسبة أما لمصالحها أما لإيديولوجياتها ولكثير من المواقع التي هي بتهمها وهذا حصل في السابق يعني التقارب المصري الإسرائيلي دفع ثمنه رئيس جمهورية التقارب الفلسطيني كام ديفيد دفع ثمنه كمان رئيس يعني لا يمكن اليوم الجزم أو القول أنه هذا طبعاً سيحصل أم لا يحصل والتاريخ طبعاً التاريخ هو درس المستقبل بس لما في السياسي هناك مصالح تتبدل وتتغير وليست بجامدة ناحية ثانية بالنسبة للدول العربية ومواقفها هل من هو الخاسر الأكبر طبعاً الخاسر الأكبر هو من لا يستفيد من الظرف إذا اليوم الدول العربية شايف أن هناك تقارب أمريكي إيراني قد يحصل يجب أن تكون حاضرة لهذا التقارب وأن تخلق لنفسها قوة ووزن يعني يكون بزات القيبة وبزات القوة للأمريكي الإيراني الدول لا تتعامل مع بعضها بمحبة أو أولاً إنما خلال المصالح وشكراً شكراً سعد سفير دكتور محجوب السياسة لا يوجد فيها أعداء دائمون ولا يوجد فيها أصدقاء دائمون كما يقول سعد سفير بالتأكيد دعني أولاً أؤكد على فقط بعض القضايا سريعاً أحتم فيها أولاً أمس أمس سعد الاتقية ووزن الاقتصاد الإيراني يتحدث عن أن الاقتصاد الإيراني ضمر اقتصادياً نسبة 5% خلال العام الماضي وبالتالي الاقتصاد الإيراني ضربه كثيراً فيما سبب العقوبات فيما يتعلق بالتخوف العربي من ما يحصل بين إيران وبين الولايات المتحدة التخوف العربي قبل الربيع العربي كان تخوفاً رسمياً كان تخوفاً حكومياً التخوف العربي بعد الربيع العربي أصبح تخوفاً رسمياً وشعبياً وهذه مفارقة يجب أن نظر إيها بعين الأهمية الآن الرأي العربي الرأي العام العربي بسبب ما يشاهدونه من موقف إيران من الثورة السورية أصبحنا لك انتقاد أيضاً شعبي لهذا التقارب لأنهم اعتقدونه على حساب المصالح العربية في البعد الايدولوجي بالتأكيد البعد الايدولوجي الذي ذكرته هناك مثال يضرب اليوم في مقارنة ما يحصل بين واشنطن وظهران بين الصين والولايات المتحدة ويأتي البعد الفكر الايدولوجي هنا وكيف استطاعت الصين والولايات المتحدة أن يتجاوزوا بعض خصوماتهم التي كانت أيضاً لها أبعاد ايديولوجية أنا أعتقد بأن القضية هنا مرتبطة في الجرافية السياسية أيضاً وبعلاقة إيران أو ارتباطات إيران بقضايا أخرى بملف مثل قضية أمن إسرائيل وقضية آسيا الوسطى وارتباط المصالح الأمريكية فيها ارتباطها بتيارات تسميها الولايات المتحدة تيارات يعني إرهابية إلى غير ذلك وبالتالي هذا البعد الايدولوجي الذي يجعل الولايات المتحدة وإيران في مخمصة حقيقية عند الحديث عنه ومحاولة تفكيكه وتجاوزه الحديث عن التقارب باعتقادي أنه الآن الحديث عن هذا التقارب يمتعلق في القضية السورية تحديدا إيران ترى بأنه لا ترتباط فيما يتعلق بسوريا دون حضور إيراني والولايات المتحدة ترى بأن الدور السوري مهم لأنها لا تريد تفكيكا شاملا للدولة السورية تعتقد بأن إيران يمكن أن تلعب دورا مهما هذا الأمر جاء من بعض المستشارين الرئيس الأمريكي أوباما خلال السنة الماضية بأنه لماذا لا يسمع إلى صوت إيران وربما هذا يتعلق أيضا بالموقف الروسي ووزير الخارجي تحديدا لافروف هناك اعتقاد بأنه الملف النووي هو عبارة اختبار كيف يمكن أن تقدم إيران تنازلات في الملف النووي هذا سيعطي واشنطن مؤشر عن إمكانية الدور الإيراني فيما يتعلق في سوريا اليوم هناك حديث عن أن الولايات المتحدة رفضت شروطا إيرانية متعلقة في الحضور في مؤتمر جينيفي الثاني منها مثلا أن إيران تريد عدم الاقتراب من موضوع الرئاسة في سوريا مهما كان الأمر هناك حديث عن الترتبات تتعلق بمجموعات السكانية الموجودة في سوريا أو كما يتسمى البعاد الضائفية هناك قضايا يثم الحديث عنها اليوم بأنها طرحت وقدمت من إيران الولايات المتحدة يقال بأن الولايات المتحدة لم تقبل بها أو رفضت اشتراطاتها بحضور أشخاص معينين أو جماعات معينة وبالتالي حجم الاختلاف كبير وهنا أختم بما قلته لا يجب المبالغة حجم التناقض كبير المهم أن ينظر الآخرون بعين الجدية لما يحدث أن يراقبوا أن يدرسوا أن يتدارسوا أن يحاولوا أن يبحثوا لأنفسهم عن موقع كما قال سعادة السفير في السياسة ليس هناك إلا المصالح والمصالح والسياسي الكيس الفطن هو من يستطيع أن يوظف تلك اللحظة التاريخية لخدمة مصالحه إيران تتصرف كدولة راشدة بالغة غيرها ربما يعاني من مؤزمات مختلفة أعتقد أن العرب وربما في هذه المنطقة تحديدا أن يصلوا إلى نوع من التوافق بالحد الأدنى على كيفية التعامل مع هذا التحدي الجديد لأنه لا يجب الاعتقاد بأن الولايات المتحدة هي ذاتها الولايات المتحدة يجب التفكير في عناصر القوة الذاتية الكاملة في المنطقة وإلا أعتقد بأنه سنواجه نفس المصار التي واجهناها في السابق والتي آمل أن لا تحدث إن شاء الله والسلام عليكم شكرا لكم حضوركم بالنهاية تفاعلكم مع ندوة التقارب لأمريكي الإيراني الخلفية والآفاق الشكر موصول لزماننا الباحثين وضيوفنا الكرام دكتور محجوب زويري دكتور مروان قبلان ودكتور رشيد ياللوح والشكر خاص لمركز العرب والإبحاث والدراسات نلتقي معكم إن شاء الله على خير في الندوات القادمة بعد عيد الأبحاث كل عام وأنتم بخير مسبقا نراكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر